دي حقيقة طبعا يحمد جمهور النادي الأهلي غير ويمكن ده متفقين عليه طول الوقت أن جمهور النادي الأهلي جمهور مختلف جمهور في ظهر الفريق طول الوقت زي ما بنقول ويمكن شعار على الحلوة وعلى المرة معاه ده مش من فراغ لأن احنا عارفين أن الفريق طول عمره هو الداعم الأول أو الجمهور هو الداعم الأول للفريق يمكن طول الوقت في المطشاط ويمكن كمان شفنا مش بس في مطشاط قرة القدم ولكن أكيد شفنا ده في جميع الألعاب الأخرى جمهور واعي جمهور عنده ثقافة الفوز والخسارة طبعا أكيد جمهور النادي الأهلي ليه بنقول مختلف لأنه المركز التاني بالنسبة له بيبقى خسارة ولكن ده برضو ما يميز جمهور النادي الأهلي أنه طول الوقت عايز الفريق بتاعه في الصدارة يمكن بدون مبالغة أن النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي هي فعلا الوقود للفرقة أو فريق النادي الأهلي وده يمكن على عشرات السنين الماضية ويمكن كمان زي بنتكلم إحنا داخلين على مرحلة مهمة جدا طبعا يا أحمد سواء مباراة سيمبة عندنا كمان بطولات مختلفة في الألعاب المختلفة عندنا بطولة البال بسكتبول أكيد النادي الأهلي بيشارك فيها عندنا بطولة أفريقيا للطايرة خلاص هتبدأ يوم 14 الجاري فالحقيقة جمهور النادي الأهلي زي ما هو طول الوقت شفناه في ظهر الفريق خلال الفترات الماضية أكيد محتاجين أنه هو يكون موجود خلال الفترة المقبلة وأكيد ده اللي احنا بنشوفه دايما بنراهن على الجمهور وبنكسب هذا الرهان الحقيقة يمكن 30 ألف مشجع تم تحديدهم للحقيقة حضور مباراة سيمبة مباراة العودة بنأمل أن نشوف الساعة الكاملة ونقبل أن نشوف كل الجماهير موجودة في أستاذ القاهرة علشان تؤذر فريق النادي الأهلي طبعا ونشوف أكيد مشهد مشرف لكل الأهلوية في كل العالم الحقيقي حدي بالك عندك بعد مطش السيمبة عندك أهلي وزمالك يعني مباراة ديربي مباراة لها شعبية وجماهيرية لكن أنا عايز أقول كلمتين زي ما بيقولوا كده من القلب للقلب الجمهور نادي الأهلي أنا عارف أن في أوقات كتير جداً وأنا منكم وزيكم يعني ممكن تبقى مش راضي ممكن تبقى الأداء مش عاجبك ممكن في بعض الأوقات تبقى نتائج مش عاجبك مش بتكلم على الموسم ده تحديداً بتكلم على طول عمري اللي بشجع فيه النادي الأهلي في أوقات كتيرة جداً بتبقى الظروف صعبة لكن أنا بحضر يعني فيه مناسبات معينة وفيه مباريات معينة وبطولات معينة حققى النادي الأهلي كنت حاضر وس الجماهير في الملعب الإحساس اللي بيجيلي ساعتها أنه مع الجمهور ده أي 11 اسم لابسين تيشرت النادي الأهلي وفي ظهرهم جمهور زي جمهور نادي الأهلي حيكسب البطولة حيكسب المباراة ده الإحساس اللي بيجيلي من جمهور نادي الأهلي سيبك من الأسماء وسيبك من اللعيبة وسيبك من نجوم النادي الأهلي اللي دايماً عندهم حرصوا هم كمان هم يفرحوا يعني واحد من أهم الدوافع والحوافز اللي موجودة عند العيبة الأهلي أنه تفرح الجمهور العظيم ده اللي بتحس دايماً أنه وقف في ظهرها أنه دايماً الدعم والساند وكذلك أيضا الأجهزة الفنية بما فيهم الأجانب اللي يمكن بيكونوا شوية وهم جايين على مصر الأول مرة أو جايين يشتغلوا في أفريقيا الأول مش فاهمين إيه هو الأهل مش عارفين طبيعة مش مدركين الشعبية الكبيرة عارفين أنه نادي الأهل نادي بطولات عارفين أنه نادي الأهل مطلوب منهم يحققوا مكساو على طول لكن مش بيهموا متخيلين حجم الشعبية الجارفة دي واللي بيحسوا بيها أو يمكن في السنوات الأخيرة كمان لما بيطلعوا يلعبوا بره للأسف يعني لأنه أنتو عارفين أنه نادي الجماهير عندنا مش يعني لو الأهل فتحت له المدرجات مئة ألف ده رقم بالنسبة لجمهورنا دي الأهل صغير جد لكن ما بيحسوش بدا كمان اللي ما بيطلعوا بره ويشوفوا شعبية الأهل اللي وصل للعالمية بجد النهاردة الأهل وبيلعب في كاس العالم مش بس الأهلوية المصريين اللي بيشجعوه لا الأهل بقى ليه جماهير كمان مش مصريين فبالتالي اللي جاي صعب واللي جاي وده اللي حابة بأكد عليه دور الجمهور فيه كبير جدا خدوا بالكم أنه في الفترة الأخيرة للأسف وده تعودنا عليه من ساعة لما السوشال ميديا دخلت بقى جزء أساسي في حياتنا أنه بالإضافة للضغوط الطبيعية جدا اللي بيتعرض لها أي لاعب أو أي جهاز فني في النادي الأهلي بيبحث دايما عن المركز رقم واحد بيبحث دايما عن منص التتويج بيبحث دايما عن لقب جديد كمان بقى فيه ضغوط كبيرة جدا بتستهدف الجهاز الفني في أوقات بعض اللي عابين في أوقات وكتير من نجوم الفريق في أوقات مش هستسني حد ومش عايزة أقول أسماء لكن دور الجمهور أنها تقف وتساند زي ما تعودنا منها طول عمرها وراء فرقها في البطولات اللي جاية وخصوصا أنه اللي جاي بالتأكيد مش هاكون